أشد أعضاء مجلس النواب بالإجراءات الحكومية لمواجهة المتغيرات العالمية الأخيرة وتأثيراتها على المواطنين والتي كان من بينها زيادة العلوات والمعاشات شدد أعضاء النواب على أهمية تلك الإجراءات للتخفيف من وطأة تلك الأحداث العالمية على سلع الاستراتيجية العالم دلوقتي بيواجه أزمة تضخم عالمي الأزمة دي طلت بظلالها على الاقتصاد الوطني المصري وفي الحقيقة في مجموعة من السياسات سواء كانت سياسات نقضية سياسات حماية مجتمعية زي اللي كان القانون النهاردة بيناقشها أو أدوات رقابية بتقوم بيها الحكومة سواء جهاز حماية المنافسة حماية المستهلك غيرها من الأجهزة الرقابية في وزارة التموين بحيث يتم تخفيف وطأة تلك الأزمة العالمية ده إجراء حكومي ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي نتجت من نتيجة عوامل إقليمية وعوامل دولية وتصدير الأزمات وهذه الأزمة العالم كله بيعيشها ده إجراء شيء إيجابي جدا وخاصة أننا الإقصاد كان بدأ يتعافى من حالة كورونا لكن للأسف الشديد جاءت المتطورات الحالية التي تزيد العب فطبعا عكس ده على حياة المواطن فهذا الإجراء الحكومي يعني ده يسجل لها ويحسب لها هذا إحساس إحساس وطني من فخامة الرئيس بالمواطن المصري تعرف طبعا جاءحة كورونا وتدعياتها السلبية وأيضا الحرب القائمة ما بين أوكرانيا وروسيا أدت إلى بعض السلبيات في الاقتصاد القومي وعلى مستوى العالم مش إحنا بس أيضا إلى ارتفاع إسعار بعض السلع ولكن الحقيقة للحكومة أخذت إجراءات كويسة جدا استباقية لمواجهة هذه الظهار السلبية في المجتمع طبعا ده خطوة رئيسية بنحيي فيها السيد الرئيس لإحساسه بالمواطن المصري والقيادة السياسية والحكومة بنرفيد بهذا التوقيت لتقديم هذا مثل هذا القانون وهذا التعديل ترجمة نانسي قنقر